نرحب بكم مشاهدين مجددا في صباح نور وجهتنا اليوم جزيرة موريشيوس الواقعة غرب المحيط الهندي والتي تعتبر الوجهة السياحية المنطلة للمتزوجين حديثا لماذا؟ كل التفاصيل مع الخبير السياحي أمين الزرقاتي أيوة من الزرقاتي رسالة؟ والله العظيم صحة صحة صراحة مرحبا بك عهد ومرحبا بالسادة المتابعين كل في تلفزيون عربي 2 أيوة يعني موريشيوس لماذا هي الوجهة المثلخة لنقول للمتزوجين حديثا هانيمونرس هانيمونرس والله هو مشكل للهانيمونرس لحقيقة حتى الهانيمونرس مهمة كتير وأنا نسميها درة البحر يربي المحيط الهندي بحكم شوف إذا الناس تقول هانيمونرس تقول طبعا المالديف لكن الشي اللي ميز موريشيوس عن المالديف إنه فيه نشاطات أكثر بكتير وأصلا أنا عندي صديق اسمه مهدي بن شعبان وزوجهم زالوا كتزوجوا آية ورجلهم تحية راحوا للجزر الموريشيوس وكانت لهم يعني حاجة خيالية كهانيمونر على الأقل باش الناس تعرف احنا فين بالضبط جزيرة موريشيوس هذه تبعت تقريبا 860 كم شمال شرق مدغشقر احنا تقول نحكيه في الجزء الغربي لمحيط الهندي لكن في نصفه الجنوبي هذا يفسر طبعا أنه السيزنز اللي هم الفصول معكوسة احنا طوى الصيف هم عندهم اشتاء والشتاء هو أحسن فترة لزيارة المناطقة دي أحسن فترة هو الشتاء ليش اشتاء مش معنيها برد اشتاء معتها مفيش أمطار الصيف هو الرطب فيه الأمطار يعني أحسن فترة تشوف فيها وتروح فيها لجزيرة موريشيوس هي من شهر 6 تقريبا حتى لشهر شهر 12 الجزيرة دي مش كبير هي دولة نوعا ما متقدمة صراحة أفريقية 2040 كم فيها مليون و400 ألف ساكن وفيها ميزة خاصة جزيرة موريشيوس أنه هي فيها تنوى عرقي غير عادي وناس تتعايش بسلم وأصدنا مثال يحتذا فيه في العالم وفي مؤشر الديمقراطيات في العالم هي من أولى الديمقراطيات طبعا في إفريقيا ومن أولى الديمقراطيات في العالم تصور الدولة هذه فيها أكثر من 60% تقريبا هندوس وفيها مسيحيين تقريبا 30% وفيها مسلمين تقريبا 17% وفيها تعايش تعايش بطريقة مذهبي ديني وتشوف الهندوس يشاركوا في الحفلات تمتع المسلمين والمسلمين مع المسيحيين ومسيحيين مع الهندوس يعني حاجة فريدة من نوع هشوف هالمشهد الرائع هذا على فكرة أكثر المشاهد المشهورة بها جزيرة موريشيوس اللي هي الجزء الجنوب الغربي للجزيرة وذلك جبل اسمه لماو بربان على فكرة هي اللغة هي الكريول اللغة الكريول هذه مزيج من اللغات يعني أفريقية على لغات فرنسية ولكن لغة خاصة فيها لغة خاصة فيهم الشيء اللي يميز طبعا جزيرة موريشيوس هي كثرة الشواطئ الجميلة جدا الشواطئ الاستوائية النخي للاخيره أغلبها في الجزء الشمالي للجزيرة في أيضا النشاطات البحرية ومتابع الدايفينج السنوركنينج وفي أيضا موراقبة الحيتان الجزيرة دي معروفة بموراقبة الحيتان الناس تعرف تليل تعرف أنه مثال الحوت العنبر معروف الحوت العنبر يعني صعب ساعات تشوفه في أماكن في العالم كيف يعني بيقوموا بمراقبة الحيتان في منطقة معينة يعني عن الجزيرة في الساحل الغربي على الجزيرة في رحلات منتظمة بالصبح تخرج بالسفن يعني البواخر صغيرة وكذا ويروحوا على عرض البحر ثلاثة أربع ساعات يشوفوا الحيتان الحيتان العنبر مثالي شوفهم على العام كامل موجودين دايما لكن في أنواع أخرى من الحيتان اللي ناس كل تحب تشوفها في العالم وهي أنواع الحيتان اللي تقفز يعني معروفة بالقفز المتاحة هي الحوت ذو السنام اللي هو الهامباك ويل بالفرنسي بلانابوس هؤلاء يجيوا في فترة الصيف طبعا ومن أحسن يعني المواقف العالم يعني تشوف فيهم الحيتان يعني مناسب بفترة الصيف يعني الصيف المناسب لأننا نحن بهالأشهر بيكون نفس الوقت مناسب أيضا على الجزيرة وأصلا أنا اختياري مش احتباطي عهد بالنسبة للموريشيوس أنه أحسن فترة البرفكت الأوبتيمل مش أنك تزور موريشيوس هي بين أكتوبر وديسمبر أكتوبر وديسمبر بالضبط قبل الصيف اللي هو الموسم موسم الأمطار أوكي تحدثت عن نشاطات البحرية حضرتك والدايفين طب في نشاطات أخرى أيضا على الجزيرة بما أن الجزيرة مثل ما قالت ذكرت أنها كبيرة عادة يمكن متعودين جزيرة أي مش كبيرة كبيرة لمحال أما يعني ألفين واربعين ولكن يمكن أكبر من غيرها من الجزر يكونوا يمكن صغار وبرتبط أكتر بالنشاطات البحرية هل في نشاطات أخرى؟ في كتير نشاطات أنت تاهك شفت يعني فيه جبل مثال هذا مرة أخرى الموم بربون على فكرة الجبل لديه هو مصنف طراث عالمي في المنسك وليش؟ بحكم تاريخيا يجب أن تعرفوا أنه جزيرة موريشوز وهذا يزمني نذكرها وبش مانتزيش اكتشفوها أول المكتشفين ثاني العرب في القرن العشر وسمّوها دنيا العروبة وليش عارفين مليش سميه دنيا العروبة لكن ما بقاوش هناك من بعدها جاءوا البرتغاليين وبعد جاءوا الهولنديين والفرنسيين والبريطانيين وكانت مستعمرة بريطانية في الأخر واستقلت عام 1968 1968 طبعا الجزيرة كانت يعني فيها يعني قصب السكر والشاي يعني نشاط زراعي وكانوا يجيبوا يعني حبيد من أفريقيا وكذا وكانوا بعض الحبيد يعهد يغربوا من المزارع ويتخبئوا في الجبل هذير الجبل اسمه لومون بربون من بعد يعني ولا تراث عالمي إلى تاريخ كبير إلى تاريخ الجبل هذير قصص كثيرة بالضبط وممكن في الجبل هذير يصير فيه هايكين تروح هايكين وتطلع فوق الجبل وتشوف يعني منظر من أروع البناظر ومن بعد ممكن توجينا الصورة متاع اللوجين اللوجين اللي هو يعني خداع بصري خداع البصري متاع تقول شلال تحت البحر شلال عظيم تحت البحر وهي يعني بكتر صور بيت الرملية وكذلك صورة موجودة تتعدى ممكن نذكرها بعد بالنسبة للهايكين في الجبل في نوعين متاع هايكين أنا ننصح بهم الناس في اثنين مواقع الموقع الأول يسمى الهايكين تعتعى السفن كاسكايد السفن فولز يعني الشلالات السبع في منطقة غابات استيوائية خمسة ست ساعات تروح في الغابة في الجبل وتتعدى كل مرة بشلال وكل شلال تحته بحيرة كبيرة تقدر تستعم فيه حاجة من أروع ما يكون في جزيرة موريش تشوفها تقريبا نفس نفس قريب له هذا المنظر هذا هو أصلا هو تابع هم يقولوا السفن فولز لكن فيها أكثر من سبع شلالات وفيه مواقع أخر شوف الجمال الطبيعة والغابات السويحة يعني حاجة حاجة واللي يعجبك أكثر أنه منظمة بطريقة يعني حيرفية والبلاد هذه بلاد سياحية بانتياز يعني والناس متعودين على السياحة والناس تحافظ على الطبيعة وحتى مثال كيس البلاستيك مش يعني ممنوعة في البلاد مش موجودة مش موجودة بلاد ضمزية بحب أنه يعني يزور يمكن كلها كاملا كاملا أدى تقريبا وقت شخص حتى يسفر على الجزيرة وهيك يستمتع ويعمل النشاطات ويقدر أنه يزور أغلب للمواطن أنا نقول أسبوع أسبوع يكون كويس تتأجر لك مثال درايفر مع سيارة ويروح بك المواقع الكل بحكم فيه مواقع طبيعية فيه الشواطئ وفيه أيضا مواقع ثقافية فيه بعض المتحف اللي تحكي على تاريخ القهوة يربي تاريخ القصب السكر تاريخ البحارات الشاي وهذا ما تتابع فيه أيضا مواقع ثقافية عند علاقة بالتمبلز يعني المعابد منتع الهندوسية الجوامع إلى آخره وفيه أيضا في العاصمة اللي هي بورلوي من أحسن ما تشوف هو السوق الأسبوعية المخشي سنترال هم يقولوا فيه الخيرات منتع الجزيرة وكل موجودة بالضبط هذا هو اللي هو نحكي على العاصمة اسمها بورلوي وفيه أيضا مواقع جيولوجية فيه منطقة معروفة بالسيفن كالرز يعني الألوان السبعة وهي ترسبات بوركنية صارت لها بعوامل التارية وكذا خليت أن المعاضم تعطي هذه خليت أن المعاضم تعطي ألوان مختلفة هذا من أكثر المواقع اللي يزوروها أيضا بخلاف الحيوانات فيه السلاحفات البرية الكبيرة السلاحف الكبيرة اللي تعيش أكثر من مئتين سنة فيه أنواع أخرى من الطيور مثال الحجل الوردي مثال pink pigeons هذا وصت حتى قريبا قرضوا بقوا فيهم أربعة بس تصور يعني في العالم كل اللي موجودة كان في جزيرة موريشنس اليوم لما حالة صارت حمايتهم واليوم فيه أكثر من خمسة مئة منهم يعني فيما يخص الحيوانات يعني غنية بالحياة البحرية والحيوانية البيئية الجيولوجية جيولوجية والثقافية والثقافية أيضا وفيها أيضا معنا هيك دقيقة سريعا حدثنا عن الاحتفالات وفيه أيضا مهرجان الأضواء مهرجان الأضواء هذا معروف شو تحدثنا عنه سريعا سريعا هو مهرجان هندوسي معروف اسمه دي بافالي أو دي دي والي يصير بين أكتوبر ونوفمبر وهو الناس تخرج الأضواء وتخرج الألوان وكل وهو يعني احتفال هندوسي شهير جدا ورئيسي في الديانة الهندوسية ويرمز لي يعني انتصار الشر يا ربي الخير سمعوني طبعا انتصار الخير على الشر هذا سنويا يصير في كل الدول اللي فيها ديانة هندوسية منها جزيرة موريشوس طبعا يعني صراحة أمين حمستني أنه رح على الجزيرة معتقد كتار تحمس ومناظر رائعة بالفعل واللي يعجبني أكثر كما قلت لك انك في عندك نشاطات تعملها مش كان انك موجود في شاطة يعني بالنهاية انو وصلنا لنتيجة انو مش بس للمتزوجين بالضبط هذا هو الكل يلقى يلقى حظه يعني ويرقى ويرقى شكرك أنا خبير السياحي أمين الزرقاتي شكرا شكرا جزيلا لحضرك معنا